موسيقى مثل ما وعدناكم طيلة الشهر الفضيل رح يكون إلنا جولة على كل الأنشطة الرمضانية يلي عم بتعيشها المناطق اللبنانية والمدن اللبنانية واليوم رح نرجع نروح على صيدة ضمن مشوار جديد ورح نحكي أكتر تفاصيل مع عضو مجلس بلدية صيدة وفاء وهب الشعيب صباح الخير صباح النور سهلا فيك ورمضان كريم مرسي وعلينا وعليك صباح النور أهلا وسهلا يعني صيدة مدينة رمضانية ليه صيدة مدينة رمضانية صيدة مدينة رمضانية لأنه صيدة بتتميز عن باقي المناطق بطريقة أحياء على الشهر الفضيل يعني صيدة بتنطر من السنة للسنة بتعمل أحلى شي فيها كل جمعياتها كل أفرادها بلديتها كل مؤسساتها لحتى بتعطي صورة الأجمل عن رمضان بهذا الشهر بالذات كل سنة من شان هيك نحنا حبايا ننطلق عليها صيدة مدينة رمضانية كميزة لهالمدينة عن باقي المدن اللبنانية طيب وفاقلت كل سنة نحنا عنا هيدا للنشاط كل سنة بتضوص هيدا برمضان هيدا السنة قد يكن في عندكن خليني أقول دي بيت يعني قد يكن فيه أخدوا ردوا وأنه منعمل ما منعمل أنه كيف الوضع قد يكن الناس راح تتحمس قد يكنتوا خايفين من هالقرار ومن هالخطوة الصح السنة كانت تحدي أكبر لأنه بتعرفي أنت الوضع بغزة الوضع بالجنوب بس هذا الشي نحنا كصيدويين بيعطينا حافظ أنه نشتغل أكتر نحنا بدنا نثبت أنه رغم كل الظروف مثل دايما الشعب اللبناني نحنا بدنا نعطي أكتر بدنا نقول أنه الظروف ما بتمنعنا نعمل اللي بدنا بالعكس بدنا نعطي أكتر بدنا نعمل أحلى بدنا نهدي النجاح اللي بدنا نعمله بهذا المدينة لأهلنا بالجنوب لأهلنا بغزة فالتحدي صعب ولازال التحدي صعب بس أكيد بدنا نعمل وعم نعمل وعم نشتغل أكتر من كل سنة لحتى نقول للكل أنه لا نحن مدينة للحياة نحن بلد بيحب يعيش بيعرف يعيش بغض النظر عن كل الزروح فالتحدي كبير صح بس نحن إن شاء الله قد التحدي وإن شاء الله بيكون هذا الشهر الفضيل السنة بيسايدة مثل كل سنة يا رب والناس حسة وفاق أنه الناس محمسة يعني الناس بدأ الناس طلبت يعني الناس كانت عم تقول أنه بليز بدنا يوصل مثلا الشهر الفضيلة قدر نحس نحن عن جد أنه نحن عايشين لكن الناس حابة الناس عم تجرب تعيش في غصة أنا ما بقلك لا يعني الفرح اللي كنا عم نعيشه كل سنة عم نجرب نعيشه عم نجرب نحافظ عليه عم نجرب نعمل التقوس اللي معودين أنه نعمله بشهر الفضيل بس في غصة بس برجع بقلك في تحدي في فرح بس دايما عم نجرب من لما بلشت حرب غزة وخصوصها هلأ صار لبنان شوي عم يتقذى أكتر إذا بديك نحط الفرح ضمن إطار معين نحط الفرح ضمن حدود معين نحترم فيها أنه في وجع معين بجنوب لبنان وما تنسى نحن صيدة عاصمة الجنوب هذا الشيء ما فينا ننكره واصلا في كثير عيال كمان نزحة تخليني أقول من الضيعة اللي كانت عم تنقصها ومن الضيعة اللي كانت عم تتأذم خلال الأصفاء الإسرائيلي عليها نزحة ونزلت على صور وعلى صيدة في كثير عائلات موجودة بالصيدة على صيدة وعلى ضواحي صيدة نحنا منحترم هذا الشيء منحترم مشاعرهم من شاناك نحنا عم نفرح بس عم نفرح بهدوء عم نفرح باحترام لمشاعرهم بس بنفس الوقت رغم الغصة ما فينا ما نفرح لأنه بالأخير إذا ما قدرنا نفرح ما فينا نكفي حياتنا لو خليني أقول كمان أنه في جيل لازم يفرح وضروري يفرح حتى ما يكون بس عميوها على وينام على صوت الأزايف كل الوقت يعني أنا بعرف زميلة لقلق هي مستشارة قائد الجيش من وجهة تحية رونيت ضاهر رونيت جنوبية فعم تخبرنا أنه كل الوقت ولاد أختها أو الولاد الصغار عمرهم سنتين وأربعة عم بيرقبه صاروا الأزايف والأصف وبيقولوا أنه هلأ ما عنا بوم بعد شوية اجت بوم يعني خيلي بأي أوضاع من رب نحن أو عمي أكبر فهيدي اللي عم تعملوا بصيدة هو مساحة فرح مساحة فرح لو فرح محدود لو فرح إذا بدك ما دروس لو فرح بغصة ولكن مساحة فرح حتى هالناس حتى يلي عايشوا الحرب مش مضطرين يضلون عايشين مثلنا مثل جيلي ولا الجيلي أكبر طب ما كمان بحقلنا ننبسط يعني خلينا ننبسط شوي مش عم نقول أنه ننسى أو ما نفكر باللي عم يتعبوا ونحترمون وندعيلون أكثرون هيك ما فينا نعمل هتا نقول شو رح يصير بصيدة يعني كيف الناس رح تفرح بهذا الشهر بصيدة القديمة وكيف رح يتعرفوا كمان على كل الأنشطة اللي رح تصير بصيدة نحن معوادين كبلدية صيدة وقلنا سنين بهذا الموضوع أنا رئيسة لجنة النشاطات من 2019 مرأنا بحرب بمرحلة كورونا والحرب الاقتصادية نحن معوادين كل سنة تحت مزلة بلدية صيدة نجمع كل الجمعيات الأهلية الموجودة بالمدينة وفي أفراد كمان بتكون موجودة المتاحف يلي بالمدينة المطاعم يلي بالمدينة نجمعهم عنا بالبلدية نحط رزنامة أسبوعية كل مؤسسة عاملة مطلق نشاط بتذكر شو النشاط اللي عملته نجتمع بشكل أسبوعي منحدد هيدا الأجاندة بتنبعث للكل لحتى كل إنسان يعرف بصيدة إذا بدي يظهر بهيدا نهار شو في عنا أنشطة وحتى تكون الأنشطة منوعات كمان ما يكون فيه تناقض يعني مش كل الليل بكل ليلة يكون فيه نفس الأنشطة يكون فيه اختلاف بالأنشطة فيه كتير نشاطات يعني شو ما قلك نشاطات فيه نشاطات على مساحة صيدة كلها على مساحة صيدة كلها شو في التركيز بيكون أكتر على صيدة الأديمة برمضان لأنه هي مدينة حية صيدة الأديمة حية شرح حصل بالقلعة تمنينة بكل شيء حيصير بالمتاحف حيصير بالقلعة الألعى مضواية وجزيرة سيدة مضواية من أول الشهر الفضيل يعني كل الشهر الفضيل المتاحف كل عام لأنشطة خاصة بقلب المتاحف نحن كبلدية رعيين لكل الأنشطة بسيدة القديمة وبسيدة جديدة في كل ليلة نشطات الجمعيات الأهلية بالمدينة كمان عامل صحورات خاصة على مدار العام أي نهار بتجي فيه عصيدة رح تلاقي نشاط تقدر تقضي من وقت الإفطار لوقت الصحور إذا بديك أنشطة مختلفة تعاملية بغض النظر وين بدك تكوني بسيدة القديمة ولا بسيدة جديدة نحن عم نشتغل أنه صيدة كلها كصيدة تكون عم تحية هذا الشهر الفضيل كل ليلة من ليالية حلو يعني تكون لابسة الحل الرمضانية سواء صيدة القديمة أو صيدة الجديدة يعني كيف ما برم هيقول السائح رح سميه حتى يلي رايح من بيروت حتى يلي نازل من الشمال يعني معنا نحمس أهل الشمال كمان ينزلوا لعنكم بدنا كل أهل لبنان 100% بدنا كل أهل لبنان فنقول أنه إذا السائح يلي رح يوصل بمجرد ما يدخل ويقرأ أرم تصيدة ترحب بكم يعني بيعتبره وقبل ما يجي يكون متطلع على السوشال ميديا على السايتس طبع البلدية على السايتس في سايدة مدينة رمضانية على فيزة سايدة على أول أبوت سايدة كل المحطات عم تغطي هذا الموضوع يشوف الرزنامة نهار اللي بدو يجي يشوف أو قبل ما يجي يشوف شو الأنشطة اللي هو أنت رسد أنه يجي يشوفها وعلى أساسها يحدد زيارته نحنا منرحب بالكل منجنو بلا شمال أي حدا بيجي هذا الشهر الأجمل تتجد تشوفه فيه إذا بدك بالنسبة لأيلي المدينة الأجمل برمضان يلي هي سايدة مدينة رمضانية سايدة مدينة رمضانية خليني أقول أسبوعيا عم يتغير الرزنامة طبعا يعني كل أسبوع كل أسبوع مية بالمية كل أسبوع عنا من نزل الرزنامة الأسبوع الأول أسبوع الثاني فيه الأنشطة اللي هي بتظل قائمة على مدار الشهر الفضيل يلي هي أي نهار اللي بتجي بتكون موجودة مين اللي هي قصة المعارض وفيه الأنشطة اليومية اللي هي بتتغير كل ليلة بيكون فيه أنشطة معينة بيأماكن معينة بأرض الأسبوع وبالويك أند هذا اللي عم إليك إيه فيه تشكيل فيه يعني مجموعة أنشطة عم تسير بقلب سيدة القديمة وبره بشكل يومي وكل ليلة وفيه كمان أنشطة دينية كمان ما فينا ما نركز عليها فيه موالي دينية فيه أنشطة دينية كمان عم تكون كل ليلة فإذا كانت الزيارة لسيدة كرمال نستمتع بالشهر الفضيل بشو مكانت الطريقة فيه مكان معين نقدر نقصده أي ليلة من الليالي بأرض الأسبوع ولا بالويك أنت حتى نقدر نستمتع فيه طبعا كمان المطاعم كلها فاتحة أكيد عم تقدم صحوراتها بأحلى صورة وبأحلى طريقة ونحن معروفين السياد بهذا الموضوع فأكيد منرحل فيهن كلها الأسبوع اللي جايه هيك إذا عبالك تسمي لنا مجموعة من النشطات أو تخبرين عن هيك قصص مميزة رح تكون الأسبوع القادم في عنا لألك لحتى ما بدي تبين كأنه عم نعمل ماركتينج لا مش قصة دعاية بس هيك قصص فيه متحف شرقي حمام جديد عم بيكونوا عم يعملوا بشكل أسبوع حفلات بقلب الحمام جديد فيه كمان عنا بأسر دباني فيه حدا عم بيجيب كمان يعني أشخاص يغنوا في عنا زياد صحاب في عنا خارد العبدالله كمان حيكونوا موجودين في عنا بخان الفرنج معرض رح يكون دائم كمان أبلش ورح يكون مكمل الأسبوع القادم فيه عندك صحورات خاصة عم تكون عم تعملها جمعيات بأماكن مختلفة بمطاعم مختلفة فكلها كلها كلها يعني مبلشين ومكملين لآخر الشهر يعني حاسب الحياة بخلال حماسي لا خلاص فإذا نحن المهم أنه ندعي الكل يدور السيارة ويروح على صيدة ليعيش معكم أحلى أجواء رمضانية أهلا وسهلا فيك ستوفق شكرا لأليك ويعتيكن ألف عافية على كل الإنجازات اللي عم تعملوها بالصيدة أهلا وسهلا ترجمة نانسي قنقر